الأسبوع اللي فات فرحونا بفوز بطولة الدوري المرة الرابعة على التوالي والمرة الرقم 33 في تاريخ النادي الأهلي بعد ما فازه على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 وهي نفس نتيجة الدور الأول كمان اللي فاز بها الأهلي على الزمالك 3-0 دي لقطات من الاحتفالات ونحن نتكلم معكم عن بعض أهم الأحداث يعني على مدار الفترة اللي فاتت وبالتحديد الكام يوم اللي فاتوا ودايما الأهلي بجمهوره في حالة من السعادة والفرحة بمختلف البطولات اللي بيفوز بيها النادي في مختلف الألعاب وهي دي السمة الأساسية اللي دايما متعودين عليها من رجال النادي الأهلي وسيدات كمان النادي الأهلي في مختلف اللعبات ودايما بيبقى هدفك إنك تفرح جمهور النادي الأهلي اللي بيدعمك بشكل كبير آه ما بيبقاش موجود في المدرجات في مختلف برضو الألعاب بسبب كورونا وظروف الحالية لكن هما بيبقوا موجودين بالتحديد على السوشيال ميديا بيبان قد إيه دعمهم وتحفزهم لكل فرق النادي الأهلي دول أبطال اللي فرحونا ولسه حيفرحونا أكتر عندنا فريق عظيم في الحقيقة في كرة الطايرة ولسه كمان ألعاب كتير جدا داخل النادي الأهلي تقدر أنها يتحق إنجازات كتير مي تحديد باري